نروح بقى للأخبار المبيزة جداً والمبشرة خلينا نقول كمان احنا عند الوقت بنتكلم ان احنا عندنا ثلاث محكمات مصريات بيستعدوا للمشاركة في دور التصفيات الكرة النسائية لشمال افريقيا لدوري الابطال خليني قبل ما اكمل الخبر ده ناس تقولك انا معا جداً هذه الخطوة ناس تانية تقولك انا ضد جداً هذه الخطوة وإيه اللي حيدخل العنصر النسائي في التحكيم وهل العنصر الرجالي قصلاً قايم بدوره علشان يخش العنصر النسائي كلام زي ده خليني اقول اتقال بشكل كبير جداً وتحديداً لما الخبر نزل على السوشيال ميديا احبا تابع الوراء المختلفة القصة كلها اللي انا نفسي نوصل لهذه المرحلة في يوم من الايام ان احنا نبطل نحكم على الامور بفكرة انت راجل ولا ست انت راجل ولا امرأة انت ولد ولا بنت الكلام ده ضد اي يعني دستور في العالم مفيش اي دستور في الدنيا في العالم اللي احنا عايشين فيه ده بيميز ما بين الرجل والمرأة فيما يختص به فكرة العمل لان العمل ده مبني على الكفاءة لازم يكون فيه عدالة والعدالة ده مبنية على الكفاءة انت شخص قادر تقوم بدورك في العمل الفلاني فانت لك الحق ان انت يكون عندك هذه الفرصة فهي قصة كده مفيش حاجة اسمها العمل ده بس للرجال او العمل ده بس للسيدات لا خالص مفيش حاجة اسمها كده فاتمنى في يوم من الايام ان احنا نشيل هذا الفكر من يعني تفكيرنا تماما لانه فكر غير سليم العبرة بي الكفاءة فهل تستطيع المرأة ان هي تعمل في هذا المجال مجال التحكيم وكمان تتقلق تستطيع بدليل ان العالم كل دلوقتي عنده محكمات نساء واي مين بدور رائع جدا ومن سلوات طويلة مش حاجة جديدة فمفيش حاجة اسمها كده بالعكس واحنا في مصر بالمناسبة عندنا بقالنا كذا سنة برضو ولكن الموضوع بيتطور وبيتحسن والفرصة بتكبر وبنبقى سعداء جدا وبنشجع جدا حكماتنا اللي بيروحوا وبيشرفونا في اي كمان يعني بطولة اسمها محلية او افريقية او حتى عالمية فانا بتكلم هنا عن هذه البطولة اللي هتقام تحديدا بالاسكندرية هتكون من يوم 22 يوم 30 اغسطس وهما مين خلينا نتعرف عليهم اولا عندك شهندة المغربي هي هتكون حكم ساحة ويارى عاطف هي حكم مساعدة وجمالات الشبل هي حكم ايضا مساعدة ففي العموم خلينا نقول برضو يعني بالتوفيق طبعا ليهم لكن القايمة في العموم بتضم اربع حكمات ساحة وتمن حكمات مساعدات جميع هن من القائمة الدولية التبعة للاتحاد الدولي لكورت القدم الفيفا عن الموسم القروي الحالي 22-23 انا بشوف ان دا من الاخبار الجيدة جدا جدا